الرئيس لما راح كشف الهيئة النهاردة بتاع الكلية الحربية وقبل كده كان في كشف الهيئة بتاع كلية الشرطة ايه اللي قطل انت تاخد بالك منها؟ مناقشة الرئيس مع شبان عندهم 17 و 18 سنة وبيتناقش معهم في قضايا محلية وإقليمية ودولية طيب أنا في رأيي في تصوري الانطباع بتاعي حاجتين حاجة منهم مدى اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الجيل من الشبان مدى اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الجيل من الشبان المقبلين على هذه المهمة الوطنية العمل الوطني الأبرز ظابط بوليس وظابط جيش دول ولاد شغلتهم يحمل بلد مهما كلفتهم الظروف ما بيفكروش في حاجة تانية غير احنا المواطن والحدود ما بيفكرش في حاجة تانية أنا بحمي البلد مهما كان التمن فالرئيس راح لأنه مهتم بأنه يعرف عقليات الولاد دول ومهتم أنه يتناقش ويعرف مدى وعيهم إيه الرئيس مهتم بهذا الجيل بشكل عام جدا الشباب ومهتم جدا بالشبان اللي في يوم من الأيام هيبقوا زباط بعد 3-4 سنين ده اهتمام من الرئيس أي اهتمام من الدولة أي هرجعك تاني جزء من فلسفات أو فلسفة الجمهورية الجديدة هذا الاهتمام البالغ العقل منقشات في قضايا دولية والعقل الاهتمام بعقلية الشبان دول الاهتمام بتصوراتهم المستقبلية دول اللقطتين أنا أشوفهم غاية في الأهمية الأنشطة اللي حصلت وجود الرئيس النهاردة وفي أول الأسبوع فيه كشفات الهيئة بتاعة شرطة وبتاعة حربية حاجة رائعة وجميلة ومبشرة بكل خير طيب